كل مشاهدين قناة النهار أينما كانوا نتواجد الآن على مستوى المستشفى العمومي بنعم رجلاني لرصد عملية التلقيح لرصد أرقام الحالة الوبائية على مستوى ولاية الواد تحديدا لأنه تقريبا هذا هو المستشفى الوحيد الذي يتوافد له كل المرضى ويستقطب كل المرضى إضافة إلى استعمال أو حتى تحليل بي سيار لتأكيد حالات الكورونا من عدمها. أعتقد أن الحالة الوبائية حسب الوضع الحالي حالة مطمئنة مقارنة بالأسبوع الفارطة. ولكن هذا لا يمنع أنه شيء من الحيطة. شيء من الحذر ومواصلة في عملية التلقيح لأنه تقريبا هو الحل لعودة إلى حياتنا الطبيعية. لأكثر تفاصيل معنا عماد. هذا الدكتور عماد الذي طب الوقائي أعتقد أنه لك من الأرقام ما تدلي بها على الوضع الوبائي على مستويلة الواد. شكرا الأخير بالعالي. بالنسبة للوضعية الوبائية في ولاية الواد. كسائر ولايات الوطن نحن في أجواء الموجة الرابعة. بعد ارتفاع المحسوس الذي كان منذ بداية شهر جانفي في المؤسسة لحالة الاستشفاء. لكن حاليا خلال الأسبوع الأخير نشهد الأرقام المستقرة. لكن هذا ما يمنعش بأنه تكون أكثر حيطة وأكثر حذر لأنه ما زلنا نسجل بعض أعداد الوفيات في المؤسسة. الأرقام اليوم في مستشفى كم هي الأرقام؟ هل متحكم فيها؟ هل الطاقم والجيش الأبيض رأوا يخدم بأريحية؟ بالنسبة للأعداد اليوم حاليا لدينا 25 مريض في مصالح كوفيد من 5 في حالة مصالحة الإنعاش كوفيد. الأرقام متحكم فيها إلى حد الآن. الأرقام متحكم فيها. بالنسبة للمرضى التي رغم المتواجدين حاليا لأقل المدير وتحليل الأرقام الموجودة على مستوى هنا مستشفى بنعمار جيلاني التي استقبض كل أمراض المرضى تعكو فيد. أعتقد أن أغلبهم من الناس اللي مش ملقحين. هو بالنسبة للمؤسسة العموية الاستشفائية بنعمار جيلاني بالواد هي المستشفى المرجعي بالنسبة للمعالج المرض كورونا هو المستشفى الوحيد. بالنسبة للمرضى الموجودين حاليا الـ 25 لديهم ولا شخص ملقح. بالنسبة لشهر جامفي قمنا في مصلحة علم الأوباء والطب الويقائي بجراء تحقيق وبائي أنكاتي بيديميولوجيك خرجنا بالنتيجة أن 85% من المرضى اللي قاموا بالاستشفاء ودخلوا للمؤسسة غير ملقحين. وعدنا فقط 15% ملقحين. هذا يعطي وضحنا أهمية التلقيح بالنسبة للمحاربة الوباء. النقطة ثانية أن حتى في 15% الملقحين ما فيهم ولا شخص قام بالجرعة الثالثة. هذا نأكد لك على هذا. هذا يجد يعطينا أهمية على الجرعة الثالثة في رفع المناعة على الأشخاص. لأن مثلا في 15% من الأشخاص الذين يرام دخلوا وهما ملقحين فيهم أشخاص قاموا بالجرعة الثانية في شهر أفريل عمليفا. منذ 9 شهر و10 شهر و10 شهر وبالنسبة للأشخاص الملقحين الـ 15% أغلبهم دخلوا استشفوا فيه يوميا إلى ثلاثة أيام وخرجوا. هذه الأرقام إذا كان ناس أمن بالأرقام هذه هي الأرقام لما يكون 85% غير ملقحين و15% ملقحين لأنها نسبة واضحة. وما من 15% كما قلت لك ما فيهم ولا شخص قام بالجرعة الثالثة. طبيب عندي بعض الأرقام مقارنة نقارنه بالفترة التي كانت فيها تقريبا المستشفى هناك كانت تقليل استعبتها فوق 150% إلى حتى 200% حالة استشفاء على مستوى النار. اليوم أرنا 25% بالصح كان تقريبا تقارف في الأرقام من ناحية المرضى لداخل مصلحة الإنعاش تحديدا. كانوا 200% وكانوا 6% في الإنعاش. اليوم أرنا 25% وستة في الإنعاش ولا 5% يعني كان تقارف الأرقام. بالنسبة لتفسير التحليل الوضعية هذه أن حاليا في الوطن كامل المتحور هو الذي يتغلب على دلتا سامي منعش أن دلتا ما زال موجود بالنسبة والأرش أنه الذي يسبب نا في بعض الوفيات وبعض الدخول إلى مصالح الإنعاش حاليا تقريبا المتحور الدلتا هو اللي حاليا مدير مركز باستور حاليا نران 93% وسبعة بالمئة دلتا بالنسبة للناس اللي يسمعون فينا وش هو الحل في نظرك أنت بحكم التحقيقات بحكم أنك مدير اليوم ركح مع العائلات اليوم رأوا الناس جاي تهزف الجثث والضحايا المتوفين ربي يرحمهم تفسيرك ولي أعطى محلقة لبعض النصائح نزيد شوية سرامة في الأمر هذا نجاوز على المرحلة الرابعة النسبة النداء هو يكون أن نتحث من الواقع وش موجود ولينا نلاحظ بأن كائن عائلات نفس الألقاب ربما على جنبنا مكتب الدخول يعطينا المعلومات نشغل نفس العائلات تبقى هي نفس العائلات التي طفل يعدي باباه يعدي جد ويعدو هذه الإشكالية ورانا واقعين فيها مع بعض المناطق في الولاية هذه الوضعية بالنسبة الوضعية التي قمت عليها كان المستشفى عمار وقبل هذه كانت في الموجة الثالثة يعني بالنسبة للموجة الثالثة والرابعة نلاحظ بأن الموجة الرابعة أقل حدة في ولاية الوعد لأن وصلنا أكثر الاحتياطات وخاصة ندعو الناس بشي توجهوا مباشرة للتلقيح لأن هذا المتحور أوميكرو كما نعرف يعني أقل حدة ولكن أكثر انتشار ولما يكون أكثر انتشار لنحن يساهم بشي وصلنا للمناعة الجماعية وهنا نزيد نساهم هنا بالتلقيح وإن شاء الله نحق من المناعة الجماعية وتكون نهاية الوباء على يد بخص الفاكسا الموجودة والتلقيح تلقيحات الموجودة أعتقد في ولاية الواد متوفرة كل أنواع الفاكسا وفي أي وقت متوفرة في كل الوحدات بالنسبة للعملية التلقيح هنا في الجزائر في الوطن تنا رأنا عدنا خمس أنواع تلقيح ومتوفرة في الولايات تنا وهي الفاكسا جونسون أنت جونسون والأسترازينيكا سينوفارم سينوفاك بالنسبة للتلقيح في ولاية الواد متوفرة في كل مناطق البلديات الولاية في كل المؤسسات الجوارية لتقريب التلقيح منها المواطن وفي حملات نظامها مديرية الصحة داخل المساجد وداخل الأسواق وداخل كذا هذا كل لأجل تقريب الإسماء نقطة أخرى سياب العالي هذه حبيت نوضع عليها مدامنا موجودين في المؤسسة الاستشفائية أنا لاحظنا أن الفئات الهشة وخاصة نأكد على هذه نساء الحوامل نساء الحوامل رأوا قاعد يضر فاهم ولهذا ندعو من هذا المنبر اللي عطيتوه هنا باشكرين أن النساء اللي رأهم في عمر إنجاب يعني أقل من 45 سنة الأفضل إلا ما يكون لك يعني واجب عليهم أن يروح يديروا التلقيح قبل ما أنها تدخل يكون في حمل جديد ولكذا لأن سجلنا أنها وفيت عند بعض النساء الحوامل تفسيراتك أكثر بخصوص الموضوع هذا لأنه مهم بالنسبة يعني النساء المقبلين على الإنجاب أو المقبلين ضرورة التلقيح ضرورة التلقيح ضرورة التلقيح لأن سألت يمين مضعاف للأسف حتى الباح كنتشوف أن يكون نحي بالنسبة لعملية التلقيح لم نستوى نروح لأن نقطة مهمة جدا وهي اللي رأنا مشاهد اليوم رأنا وكبناها عائلات الدموع البكاء وحصرة على فقدان أقارب التاحهم أعتقد أن حالات الوفيات تتكرر تقريبا يوم يوم ومشاهد يرقم تشوفوا فيهم أعتقد لا ماش أعداد حتى حالة وحدة نعم حالة وحدة وزوجة وثلاثة في بيطال مثلا في 25 رأنا نحكي وعلى عدد كبير ولكن مقرنت الحصرة وهذهك حول أن لا أعرف أنا توصلها الميصاج هذا لأن كنتم حسين بها كيفية عائلات فقدة أعزاء ليهم بيانهم والديهم هذا اللي حبت لنا من خلالك همال زملاء في المسالح الاستشفائية يكونوا أقرب مني الوفيات بالصح الحصرة تشوف هنا الأقارب والأهل ويجووا كامل يتحصروا هنا بعد يجووا بشيسجلوا ولا يستلموا كيت سقصيد بالنسبة للأطقم الطبية الأكيد أنه بعض الموجة الرابعة منهكين على الآخر وتعبانين ياسر في الظرف هذا لكن الحمد لله رأنا في الموجة الرابعة يبدأ تتقال تتناقص تنقص أسكل ما راهم مستعدين وراهم عدهم القدرة يزيدي ويزيدي كيف حو أكثر من هكذا وهي احتدعوا للناس رانات عبنا بها هل نقدروا نخدم أكيد خاصة مع هذه الموجة الرابعة سجلنا هذه المسالة خاصة يعني العدوى أكثر عند المستخدمين البرسونال دو سنتير خاصة في المؤسسة هنا يسمى أعداد كبيرة الكالكتوال عمل مهنيين أطباء ممرضين كل المسانح أفضل أننا نعود وندعو من جديد للتلقيح إنسان يلقح والباقي على رب سبحانه هي دعوة للتلقيح زميني طارق أعتقد أنه العودة إلى حياتنا الطبيعية تكون ببساطة ملخص سلكيات بسيطة أعطيها أنت في تفسيراتك ما هي السلكيات اللي نجمنا نديروها بش نقدر نجنبه بغض النظر على التلقيح اللي لازم بالنسبة للسلكيات اليومية نرجع لمزير دو باريار كل الناس ولا تعرفها نذكروا بها الكمامة التباعد الاستعمال المعاقم هذه كل الناس ولا تعرفها النقطة الثانية هي الفاكسن ندعو الناس بشيرو للفاكسن كامل النقطة الثالثة مام في طريقة العيش في المنازل خاصة في الفترة هذه الشتوية وين الناس يباتوا في شامبرا وحدة تلقى يبات هو وباءه ولا جد وصيجي ازي كبير هكذا تمت العدوى لما تلاحظ تتصل حتى في مكتب الدخول يعطونا لنهزوا المعلومات شو نلقوا عائلات لما عائلة فيها خمسة ولا كذا يجيبوا الطفل إسرائي لما بعد يروحوا كامل الدار كامل تمرا هم يمنعوا بصلاح ذاك الكبير اللي رأوا المتابعين أعتقد أن الإجابة ستكون عندك يا دكتورنا ما الفرق بين اللي نقول هنال الأقريب اللي رأي جاي اللي يمات هذه وبين الكورونا المتمثلة في المتحور الرابح بالنسبة ومن يعرف هالحاجة هذا من يقضي فرق بينات هذا هو أهم حاجة من يعرف من يعرف هذا المنبر سنحارب لطو ميديكاسيون يعني أن إنسان يروح يداوي وحده يروح للصيدالي يعني انفضله أن اللي كنت عنده أي أعراض يروح يتجاه مباشرة الأقرب طبيب هو اللي يدير له الفرق وإذا كان استلزم الأمر يدومون ديله بلش تست أنتجيني كلا وحده نحن لدي تبيسية كي دير له يدير له يدير الفرق كل وحدة ولا العلاج تاحا خاصة بالنسبة للمتحور أوميكرون يعني يصيب لفاعيريان سيبيريان يعني المجال المجال المجاري الهوائية العليا تستطيع يكون قريب أكثر الأنفلونزا الموسمية يعني الطبيب هو المخول الوحيد للتفرقة بين الأنفلونزا الموسمية وال هذا يروح الفرماسي ويقول أعطيني شوية أدواء وعطيني مالباليش حاربوها مش غير في الكورونا حاربوها في الأمراض وحدة تحليل بسيارة على مستوى المستشفى أعتقد أنه أزالت عليكم كثير من الوقت وكربحوا شوية وقت حسنا حتى بالنسبة للمرضى أكيد أكيد عدواء المريض يدخل بالأكزامل للصباح من بعد يلونسوا هنا في الونيتي بي سيار ما تلحق الوحدة ولا ساعتين نسيب ونلقوا لدينا رجل تأخر ما نبعثها قبل الولايات الأخرى وخاصة الوحدة خاصة بالمرضى اللي رام أوسبيتاليزي مستشفى مستشفى زميلي طارق أعتقد أنه الوضع الوبائي يسجل خمسة وعشرين حالة حالة مرضى على مستوى المستشفى بالعمر الجيلاني خمسة حالات في العنعاش يبقى كما قال طبيبنا يبقى شيء من الوعي شيء من التزام بسيط من الكمامة والتعقييم وتبع تجنب العراس والجنائز خاصة نحن بحكم العادات والتقاليد أعتقد أنه الوضع متحكم فيه ونتمنى إن شاء الله يشفى وإن شاء الله نتجاوز المرحلة هذه ونرجع لحالتنا الطبيعية وحياتنا التي استقنا أنه نكون حياتنا طبيعية بها نقدر نروح ونتحرك ونزور أهلنا ونعيش مع أهلنا أعتقد أنه المزال إليك كلمة أخيرة لطم كلمة أخيرة نتمنى أن نتظافر الجهود لجميع مواطنين والسلطات وجيش أبيض كما قلت نتجاوز هذه المرحلة لأنها مدة عامين مدة طويلة أستنولت موجودة الحلول نتمنى أن النهاية كما رأى متوقعين أنها تكون مع المتحور أوميكرا ونرجع لحياتنا إن شاء الله طبيعية وفي أمراض أخرى مكلفين ربما باش نتبعوها رانا أهملناها ورانا أفقينا مع الكورون بات من اللزام أن نتعايش مع هذا المرض ومع الموجات الأولى والثانية والرابعة وإن شاء الله نتجاوزها ونعيش في حياتنا بأكثر طبيعية وإن شاء الله يربيش في المرضى وإن شاء الله يتجاوز على الموتى وإن شاء الله يكونوا على مستوى إن شاء الله مستقبلا هذه إن شاء الله الموجة الرابعة والأخيرة إن شاء الله شكرا لك زميلي طارق إن شاء الله ونجاوز هذا الأمر إن شاء الله دعوة للتلقيح عموما إن شاء الله شكرا جزيلا لك عبد العالي رحومة مراسل